السلام عليكم بنات رمضان كريم إن شاء الله تكونوا بخير بألف الصحة وعافية أنتم تشوفوا هذا الفيديو اليوم بإذن الله جبت لكم هذا الوصفة بزفة رائعة وصفة اقتصادية لهذه التحليات تحليات بذوق الكرامل كما راكم تشوفوا بزوج طبقات هذه التحليات بزفة اقتصادية لبنات ما فيها لا بيض ولا الكرام شانتيه وتجيب الزفة خفيفة إذن نشوفوا المقادير مع بعض إذن هنا البنات وش نحتاجه في الطبقة الأولى لنا نحتاجه إلى ثنين كؤوس من الحليب الكاس هذا يرفض 240 مليلتر الساعة تعمل 240 مليلتر نحتاجه إلى النشاء والمايزيناء ونحتاجه إلى الكاكاو نحتاجه أيضا إلى هذا القاتو قاتو بيمو لأي بيسكويم توفر عندكم إذن نبدأ على بركة الله هنا نجيبه كاس رونا نحطه فيها الحليب بتاعنا بجي نحطه يسخن بهذا الشكل نضيف عليه ملعقة ونصف من السكر نضيفه ملعقة ونصف فقط منضيفوش أكثر لأنه مثل إضافات أخرى نضيفوها من بعد دوكم بعد نشوفوها مع بعض إذن بهذا الشكل ونحركوه بش يضبنا ذاك السكر ونحطوه على النار بهذا الشكل وهنا البنات نجيبه للإنشاء والكاكاو إذن هنا البنات ناخذو ملعقة من النشاء بهذا الشكل كما راكم تشوفو ملعقة فقط ما تكونش بومبي بززاف بهذا الشكل نضيفو لها نصف ملعقة من الكاكاو بهذا الطريقة نضيفو لهم الحليب الحليب اللي هنا البنات يكون دافي كملاحظة مديروش سخون يكون دافي أو بارد بهذا الشكل بش نحلو النشاء والكاكاو مع بعض بش ما يتكابروناش من بعد إذن نحلوهم هكا بأنفوي بهذا الطريقة ونحطوها من جهة وهنا البنات بعد ما نسخن لنا الحليب نجيبو الحليب ونضيفو عليه أي شوكولاة متوفرة عندكم شوكولاة للطلاء أنا درت هذي ماكسون إذن البنات نضيفو لهنا ثنين ملاعق كبيرة من الشوكولا بهذا الشكل ولهنا البنات شرط الحليب لازم يكون سخون بش الضبنة لهذه إذن البنات الشوكولادي هذي راي حلوة على هذي قلت لكم في اللوة ما نضيفوش سكر بزيف إذن نخلطو بلافوي بهذا الشكل بش تحللنا ذيك شوكولا بهذا الطريقة نخلطوها مليح من بعد نضيفو الخالي التاعنا تعال الكاكاو النشاء بهذا الطريقة من بعد البنات نضيفو الخالي التاعنا لكن نصفيفو في الصفايا بهذا الشكل بش ما يدربناش الكعابرة ذو كتع النشاء بهذا الطريقة ونخلطوها ونحطوها على النار بهذا الشكل إذن كما تشوفو البنات نحطوها على النار ونبقى ونحركوه حتى تكاثف النار بهذا الشكل من بعد ما تتكاثف نضيف لها الزبدة ملعقة صغيرة فقط بهذا الشكل ونخلط حتى الزبلية ذيك الزبدة بهذا الشكل إذا الكريمات عنا اللي هنا رهي واجدة اللي هنا حضرت هذو اللي غامكا تقدروا تدروهم في ليفيغين ولا في أي حاجة المهم تكون أندي فيديال ما تدروهاش في بلا لأنه من بعد ما تقدروش تقسموها لأن هذه الكريمات جاية خفيفة إذن أنا اخترت هذو اللي غامكا اللي درت فيهم ندرو الطابقة تعنا الأولى بهذا الشكل إذن البنات نكملهم كام بنفس الحجم بهذا الشكل وهذه تحلية البنات بالزفر رائعة و تمت كونتي تيمليحة تحلية هذه تحلية عائلية أنا درت لي 12 قالب من هذو القوالب إذن نكملوا بهذا الطريقة واللي هنا نحطوا البيسكويت تعنا بهذا الشكل تقدروا ترحيه وتحطوه لكم الاختيار أنا نحططوا بهذا الشكل إذن نحطوا لهم طابقة هذي تع البيسكويت بهذا الشكل بهذا الطريقة من بعد نخليهم يرتاحوا بهذا الشكل ونحطوهم على النار يسخنوا بهذا الطريقة وهنايا نجيب و نديروا ملعقة تعني شاكي مدرنا في طبقة الأولى ملعقة فقط بهذا الشكل ونضيفوا عليها حليب دافي ولا حليب بارد باش نحلوا هذي كل مغرفات عنشا بهذا الشكل كما قدرنا في طبقة الأولى ونخلطوها بأنفوي بهذا الطريقة وهنا من جهة أخرى حنحضروا الكرامل تعنا جبنا كسرونة واحدة أخرى بدرنا فيها أربع ملاعق من السكر بهذا الطريقة ونحطوه على النار إذا نشوفوا الطريقة مع بعض لهنا البنات كما تشوفوا حطت الكسرونة تعيه على النار اللي فيها السكر ولي فيها الحليب من جهة أخرى بهذا الشكل ولهنا البنات لازم الكرامل تعنا نعسوه لأنه يبدأ يحمار من الجوانب تعال الكسرونة اللي هنا لازم نحركوه بهذا الشكل نحركو الكسرونة فقط مكلا الدخلي مغرف ولا أنفوي بهذا الشكل حتى يضوب اللي هنا وما زل ما ذابش كما راكم تشوفوا ما زلنا منحقناش المرحلة وننضيفو الحليب نحرك بهذا الطريقة عكذا بهذا الشكل ونخليه حتى يضوب لي كامل بهذا الطريقة اللي هنا كما تشوفوا اللي هنا راهو ذاب لي اللي هنا كيبدأ يدير الدخان وتبدل لون تعم معناة وراهو ذاب لنا نحرك بانفوي بهذا الشكل ونبعدو رواحنا ونضيفو الحليب بهذا الطريقة كما راكم تشوفونا بديت نضيف الحليب لكن نضيفو بالتدريج ما نضيفوش كامل دفعة وحدة بهذا الطريقة إذا نضيفو الحليب بالتدريج هكذا بهذا الشكل ونخلطو بلافوي بهذا الطريقة من بعد نضيفو الكمية المتبقية من الحليب بهذا الشكل ترجمة نانسي قنقر وهنا البنات نضيفو الصفايا ونضيفو الخالي بتاعنا اللي درناها من قبل تعال النشاء اللي حليناه في الحليب بهذا الشكل ونخلطو بلافوي ونخليو الخالي بتاعنا حتي تكاثف بهذا الطريقة اللي هنا بعد ما تكاثفو البنات اضفنا كمية من الزبدة ملعقة صغيرة من الزبدة بهذا الشكل ونخلطو حتي الزبدة بهذا الطريقة واللي هنا البنات نروحو اللي غامكاتة وعناء ونضيفو الطبقة الثانية ليفوق البيسكوي بهذا الشكل أما التزين البنات فتزين فوق اختياري كما تحبوه أنا اللي هنا درت حبة عبانان قصيتها كارونديلات وزينتها تقدروا تزينوا بأي حاجة متوفرة عندكم اللي ما عندهاش تدير البيسكوي هذك ترحيه وتزين بهم الفوق عفوا اذا نكملوا بهذا الطريقة وهذه التحلية اللي بنات صدقوني بزف الزفرة وعنتمنى انكم تجربوها نجيب زف خفيفة وكل ما تخلوها ترتاح كل ما تكون نتيجة افضل الضوغتها يقول ليها اروع نتمنى منكم انكم تجربوها الكونتيتي تحا كبيرة كما قلت لكم تجيب 12 وحدة من درت لي 12 حبة أنا درت هذي فوقها الكاراميل هذا بتاع المحلات هذا اللي تعالها كريم وتاع التحليات بهذا الشكل اذا نكملنا هذه نكمل حبة التوعي بهذا الطريقة اذا البنات هذي التحلية تعنا كما راكم تشوفو جت بزف روعة اقتصادية ما فيهاش مكونات بزف و جت سهلة كما تشوفوها هاي جاي بزوش طبقات كما تشوفو البنات انا التحلية تعي مازل محتتها اشتبرت نوري لكم قاوة متحة فقط الى هنا حبيباتي نقولكم شهيدكم بالصحة ونقولكم صحة فطوركم وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته